السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في مدين سكيدا و في جزائر و في عام 2009 وقعت واحدة القادية. واحد الراجل كان ساكن في واحد العمارة خارج من داره مع الصباح بكري. تقريبا ماذا كستاذي للصباح. ذلك الخدمة. هو يجد جدا في جار جار الذي ساكن منه. اطاحت على الأرض و في الآخر يدرج دار العمارة. امشى انهم من الموليس. و دق على الدار ديال الضحية. اعلم مراته وولاده. انزله يبكيوا و يغوته و لبوهم. ما هذا الراجل تجد جدا؟ هذا الراجل انسان مزوج و عنده سبع ديالولاد. الكبير فيهم عنده 19 عام. هذا الرجل يعمل بالليل و بالنهار لكي يوفر لقمة العيش العائلة الوضع المادي كان مقزم كثيرا و خدماته كان بالنعي و حيث يكون في البناء قليل أو لم يكن يعمل في سباق و الخدمة فاته ماء و النهار كامل يدور ما بين دار و دار ما بين عمارة و عمارة يحتمى يرجع للدار في اخر الليل يلا تكين عسلي شي سوي عس قليل و ينظم الفجر يقلب أو تاني على رسقه و الشجار دياله هو اللي لقاه طيحت ماء و مية ولكن شنو قصة دي للسيد هذا ما فيه لا ضربة ما فيه لا طعنة ما فيه تاشي حاجة ما مضرب بفردي ما مضرب بموس كيف اجتمعت العائلة دياله كانت مسكينة كانت تبكي و تغوث و تقول لما خليت هنا و كذا و كذا لانه اصلا كان هو المعيد للعائلة الواحد ما كانت اشي الواحد اخر هي هذيك البوليسة من بعد ما عينوا جثة و صورة من مختلف الزوايا و الزواء و الدواء المستودى الاموات باش دياله الطبيب تشريح الطبي اللازم و بعرف شنا هي اسباب الوفاة ألقاه الى هذي جثة دياله الراجل وحده الكذامات ألقاه وحده تسلخه جلدي على الفم و الرقابة دياله و عينه كانو خير جينو من فوقين وش يضراب على الراس و يدين و رجلين فحصوا جثة مزيان و شرحوها باش يعرفوا سبب الوفاة صراحة لم يقدروا شي حدوا بالضبط سبب الوفاة ولكن سبب ذلك التسلخ الجلدي اللي عنده في فم و الرقبة دياله ألقاه بسبب انه شعر بوحل المادة كيماوية بحلالك مواد تنظيف هو خطير بزار ولكن عجيش يشربه ولكن الطبيب الشرعي قال لبوليس انه ما دام هذه المادة الكيماوية طيح على رقبة دياله و من مرة هذا يعني انه شي واحد كان يجبره و يبزز عليه انه يشرب هذه المادة يعني ماشي هو لي من صحر مستحيل البوليس هنا يسولوا ذلك الطبيب الشرعي قالوا لي اذا القضية فيها شبهة جيناعية يعني دجاري مدى القتل قالوا لي مولاكي بلاتي بلاتي عليكم را هدى المادة اللي يشرب هذه المادة الكيماوية الخطيرة را ماشي يسبب الوفاة وش ناوي سبب الوفاة قل لي مطبيب الشرعي سبب الوفاة انه مات مخنوق ولكن تدق الخنق دياله كان موحد موحد اللي حبك خطيرة بزار السيد ماليش اعطار دي الخنق ماشيش واحد شاد دو صحة مزير بايد ديتا خنقو او لا خنقو مزيان لالغنق دياله هادشي مكنش وانما هاد الراجل اللي ماتلا يرحمه الاكسيجين تقطع عليه كيفاش هدكتور الاكسيجين تقطع عليه وقليم الله علم المهم الاكسيجين تقطع عليه او لا هو مات بشيط او لا هو مات بشيط كان كدوه او لشيط او لشيط قلوا لي دبوش القادية فيها شبه جينائية او لا وقليم توما وشطرتكم المهم البوليس بدو التحقيقات اليونهم اول حاجة كي بدو بيها هي الموحدة الضحية اصحابه والعائلة والاقارب دياله يعني كل شيء يعني المجيران في الحومة وما اللي حوانت واول واحد يبدو بيه هو اكسيجار دياله قلوا لي اجيد تبعدك شنو اللي مخرجك مع الصباح بكري مع السري الصباح في غادي قلوا لي انا حرفاتي بالني وتاج جار لا يرحموه بالني وكان عندي موعد موحدة سيدة فدكت توقيت نيس اللي بوليس مشاوا وتأكدوا بنفوتهم بانو فعل النيس كان عندي موعد مع الصباح بكري معشي واحد بغي يخدم ليه وليش حاجة يعني انت بود قوليني من الشي كامل انك غير صدفة تلاقتي بيه قلوا لي صدفة انكت ناس فقط غادي للموعد ديالي تلاقيت الدراج ومشي تعلمتكم هذا مكان وبما ان السيد هذا هو جار يعني يكون يعرف عليش حال من حاجة قلوا لي البوليس قلوا لي نا هاد السيد اللي مات عنده عائلة عنده الاقارب دياله وكذا عرف ليش حاجة قلوا لي كان عرف ليه انه عنده واحد اخ في كيس كن فوح المدينة بعيدة على ديكسكيك ايضا اعطاهم اسمية وذلك شي مشاوا وقلبوا ليه وجابوه فعل النيس هذا اخو هذا كان ممزوج موال وانما عازيب اول سؤال سؤوله البوليس لهذا الاخذ للضحية قالوا لي انتبعدا في كنتين هروقوا الجريمة وقال لي واشا نقول لكم انا انا كنت في المدينة اللي انتو ما جبتوني منها اصلا نيس مزيان قالوا البوليس نقول لنا انا ادخوك هذا الله يرحمه كان عنده شيء اعداء كان بغي انتقم منه شي واحد كان بخاص مع شيء واحد شيء حاجة ماشية هذه واشا نقول لكم قال ليهم هاد السيد هذا قال ليهم اخوه الله يرحمه كان انسان لعى مرده كان خاطئ الصداع كان هو اصلا كيجرب دوشي واحد دوشي واحد كيمشي في حالاته ما كيتضارب معه ما كيتخاصب مع مواله انسان محبوب من طرف الجامعة كي يخدم على رأسه يخدم على ولداته ويالله تكيجيب لك المصروف اليومي كيعطيه لولداته اعود لنا قالوا لي البوليس على امراته ولداته والعائلة دياله كيجرب كديره قال ليهم انا بحكم انني كنت ساكن معه مشيامات انا كنت انا رانيا كما عارفين انا عازي بمزوج مواله كنت واحد الوقت ساكن معه في الدار وعرفت القادية عندهم كديره امراته بمئة راجل اولاده ياكلوا الحجر ياكلوه اي حاجة جابها ليهم ياكلوها ما كيخليوا تشي حاجة تلاجة ما كيفوتوش فيها نهار وليومين كيخويوها ما كيبقى منها تشي حاجة خاصوها عن مراعه وتاني اخوي الله رحموك انا كيخدم بالليل وبالنهار باش كيالله يوفر ليهم لقمة العيش باش كيالله يوفر لي المصروف ومراعاته قالوا لي البوليسة لشكلت بمئة راجل مالها قالوا لي ما هذه المراعه وعلى بزاف متسلطة بزاف اخويه مكرفسه كيفاش مكرفسه كتتعدى عليها كتتعير وتتتمرمط بالكرامة دياله والأرض لسانها متبرية منها كيالدخول كتبقى عليها بسببان المعيون انتا مراجل مواله ومجبت ليهواله ومعبرني شفت معاك النهار المزيان كتبقى عليها غير بحالة حضرة وش حال مرة قالوا لي ما السيد هذا طرداته طرداته من الابارتومه كتخليه ينعي صغير في الدروج وانا كنهضر معاكم انا واحد مرة كتناعي سعدهم وطرداتني تأنجرات لي ولادها متحكم فيهم كاملين هم اسبعاء شي وحدين فيهم ركبار ولا شباب ولكن متحكم فيهم بحال مونيكات قدامها سيدة متسلطة بزع واحد سيدة مكينش بحالة كان واحد مكين يقدر يهضر قدامها اخوه يا الله يرحمه كان كاقف قف وكان كترع عدم اللي كتكون كاستهضر معه يا هديك البوليس يسولوا هاد الاخادة دي للضحية قالوا لي يقول لنا اخوك يا الله يرحمه كان عنده شيء املاك قال لي هم كان تعدوا واحد للقيطة عارضية وورثناها ما عند الواليد ديالنا هذه القطعة عارضية قسمناها بجوج انا بعت النصيب ديالي هو بقى متمسك انه ما بغيش يبيع النصيب دياله المراته كان ديما كتجبد مع الموضوع وكتبلي عفاك لما بيع هذه القطعة ونعاونه بيع الزمان ولكنه ما كانش بغي يبيعه هي هديك سايفتوه هاد الاخ في حالاته وغادي استدعيه والمراقة ديال الضحية هنا يلانظار كاملة تاجهت لان الاخ ديال الضحية قال لي وبيعنا انه انسانه متسلطه بزاف قالوا البوليس يمكن تكون هاد المراهة هدية مولاة الجريم هاد المراهة هدي عيطوا لها البوليس وجابوها الكوميسارية باشي حقوا معها بناء على هادك الشي اللي قال لي من الاخ الضحية ولكن المراهة بان عليها الاكس ديال هادك الشي اللي قال الاخ انسانه كاسبك يوم منهارة وباقي فيها راجلة بزاف وحاولوا البوليس انه هدنوها قتلم كيفاش نتهدن وانا راجلة مشاعلية بابا سولادي ماذا سيصرف ليه دابا وانا ما عندي اشي موعي من غيره ما عندي والو مين انصرف على هاد الولاد بسبحه ماذا سيعاوني ماذا سيكون كادا 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 بحال الهدره هدي يعني البوليس فاجئوا قلوا لها كيفاش ما عندك والو ورا عندك حلقة ارضية كان مخلاله كان وارثة من بواه مكانش بغي بيها هنيا المراهة توقفات من البكاء وانا استغربات باش عارفوا البوليس انني عندي واحد قتعة ارضية يعني دي الراجل ها قالوا ليه اه احنا عارفين عارفين انه عنده قتعة ارضية راخوه وراجلك الله يرحمه قالوا لينا احنا عارفين كل شي السيدة هنا يبقى صغير كتشوفوا هنا البوليس اولادك الضابر المسؤول قالوا يم تحفظوا على المراهة هذي اه فراسة شي حاجة هذي مستحيل تعتعرف اولا تقول شي حاجة خليوا عندكم هناليا الدابر كما قلنا من اللي خلاها دي المراهة يعني مراهة ضحية خلاها في الكوميسارية فين شهوية ام شهوية ام شهو الدار الدار ديال ضحية وغد يهدار معدك الولد الكبير اللي عنده 19 عام غد يعيط عليه وغد يجيبه الكوميسارية باش يحقق معه ولكن مغي يجيبهش قدام امه وانما عزله فح البيرو ببعده وبقى كيسول فيه اول سؤال سوله الدابر لهدى الولده هذي عنده 19 عام كما قلنا قال لي قولينا احنا دابرة عرفنا كلشي ماما كراها تعرفات بالجريمة اليالة وهي لقتل اسبابك اعاولين انتهاي اشنوك اتعرف وقال ليهم الى اللي امهة تقتلني غتضربني كده كده ومراهة عدوك يخاف منها لبقوا لي استغربوا كيف اشهد المراهة دي المتسلطة شو الشاب تبارك الله عنده 19 عام وما زالك يخاف من امه كانت انسانا متسلطة المهم قالوا لي شوف ماماك ستعرفت بكل شيء غير عاود لنا انتهي اشنكين وحنا سيدي نحميكم ماماك لا تقرب لكم موالو ماماك يعدنا هنا في الكوميسارية قالوا مصافي مدام الأمر بحل ماكا قد نعاود لكم كيف كانت القسر؟ قالوا الواليد اللي يرحمه كانت عدوه على قطعة أرضية خلاه ليبوال اللي يرحمه يعني جدي كانت الواليدة تضربه وتتخاصم عليه وتتخاصمها على سببات الأرض هذه دي ما في المشاكل وصداعات معه بيع الأرض بيع الأرض بيع الأرض بيع الأرض ولكن هو كان مصمم أنه ما يبيع موالو قال لي هذيك الأرض هي اللي خلالي والواليد اللي يرحمه وكنش نفرر يحدي الوالدي وجدودي علش نبيعها؟ غدي نمشي نحرط تمامايا ونزرع تمامايا وندير واحد دويرة تمامايا ونعيش ونستقرب بصفة نهائية علش غدي نبيعها؟ خويا باع ناصيبك؟ هذك طايش وما عارفوالو أنا ما غديش نبيعه ولكن هي مصمم عليه لدرجة أنه ملي كيجي من الخطبة ما كتخلي لي يأكل لا يشرب لينس لا تحاجة وكتطردو كتطردو برا كيناع صغير في الدروج شحو المرة وجبدات معه الصداع والمشاكل وكتغوث عليه وكتضربو كيتدخلو غير جيلان وكيف فكوه منها كانت مكرفس الواليد ومعيشها في الجاحيم علش لأنه ما باقيش بيع ديك الأرض دياله ولكن هي أصلا كانت أعدوح النية مبيتة أنه إن فواي يبيع ديك الأرض ويخسر عليها يعني يخسر عليها إياها ستجري علي برات الشقة وأتقول لي طلقني أصلا أنا ما بقيت لباغك لأوالو علش لأنه أصلا هذي كلاب بارطومو بهذه الدرجة الله يرحمه والله يغفر ليه كان نديرها لها في سميتها يعني هذيك الدار في سميتها إياها وبتالي قد تغطردو بكل سهولة المهم قال لي ومهدر لي هذا ما اللي هو الواليد الله يرحمه كان مصمم مع رأي دياله ومبغاش يبيعه ومهما كان الظروف قال لي هذيك الأرض هي اللي من بياش وخنموس بالجوع هذيك الأرض من بيع عمواله هنا الواليدة قررت أنها تقتله وصفالي ولكن كيفاش الطريقة اللي حتى تقتله قلت لي مشوفو من اللي غديجي باباكم في العشية عيان من تامارة وغيدخل الدار يبغي ريح ونعس مع راسو غيتهجموا عليه كامين في خطرة واحدة يعني هذيك سبعات ولادة كامين غديهجموا عليه غيتهجموا عليه غيتهجموا عليه واتزيروا واتطيحوا في الأرض باش انا نقدر نكتف لي ايديه اجليه هذيك الأول الكبير اللي عنده 16 عام يقلبوا لي سحنا ما نقدروش نخسروا الكلام ديال الواليدة غدي نضحيه بالواليد من أجل إرضاء الواليدة هذي راهم نستطيعوا تقدر تقسلنا كاملين إلا مدرناش لها الطالب هذا هذيك من اللي يجاو حد نهار عيان مهلوك وتامارة هذي دراش لهذا جدخل الدار معك يدخل الدار كيهجموا عليه ولاده بسبعق معامهم يجمعوا عليه ويضربوه ويطيحوا الارض كتكتفوا هذه المرأسه كتكتف لي ايديه معجليه وكتهزوا وكتديه الواليدة هذيك الغرفة كانت مجاهزة الواليدة وقال ليهما تقول هذا قال ليهما أنا ما نقدرش نخصر الكلام ديال الواليدة واخذك بابانة وقفية ولكن خاصة ندير ذلك شيء ودور عيدي الولاده كان مين الموهيم من اليدات لهذا الغرفة اللي كانت مجاهزة قلساته في واحد الكرسي قلساته معيه هوا ايديه مربوطين معجليه وبقعد كتعدف فيه ثلثيام ومشه جابت هذو كمواد تنظيف ذو كمواد تنظيف والكلور وذلك شيء وكتشد لي راسه كتحلي فمه صحاق لأنه هوا أصلا مربوطين اللي ايديه وجليه ومريح وبلما كابل اشرب ثلثيام لما كابل اشرب كتخوي لي هذك مواد تنظيف الفم دياله هو يكيمتانع ولكن ضروري كتخوي لي هذك مواد تنظيف وكتخشي لي فمه هذش علاش لقاه هذو كالطيب الشرحي لقى الآطر تاها هذك مواد تنظيف في العنق دياله والفم دياله ودالي واحد تسلقه جلدي وملي ما كيبغيش او لما كيكره ان هذك مواد تنظيف كتبقى عليها بالعصة كتبقى عليها بالعصة كتضربوا 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 اللي حتى كتحلي فمه كتخشي لي هذك مواد تنظيف لانها يبغى تقتلوا بهذه المواد قال لي ومد والد هذا اللي عنده ١٧ عام الوالد واخه كانت كتشربوا ذك المواد تنظيف وثلث يام بلا ماكل بلا شراب كانك يتألم ولكن المواد مواده الوالد ديالي كان صحيح لها رحمه عنده قوة بدنية مزيانة بقى نتحمل ومواد مواده هنا الوالدة ولات كل مرة تخرج لنا فكرة جديدة كيفاش نقتلوه قال لي مش باللي نضربوه في حجرة كبيرة على رأسه ولا يسولونا نقول لي مواد ديالك كان في شانطي وطاحت عليه حجرة من الفوق فعلا نيس جاكت واحد وخبطتها لي على رأسه ولكن غير كينزف ما مات مواله بقدم كخرج منه وثلث يام وفد العداب هذا من اللي ما مات مواله هي أصلا ما تقدرش تجيب جنوية وطعنه لأنها بينا هذا مطعون يعني مقتول القاعدية بينا ومع عيقها بزاف هي بغشت على عقامة بانش البوليس ما يدي وما يجيبه وتطبيب شرعيته وما يدي ما يجيب ولكن هذا الضحية هذا ثلث يام ومرضى يموت ثلث يام ويكت خبط فيه وضروفلي وجربت مع جميع وسائل تعذيب شربت وذلك كلورما والتنظيف خبطت لها رأسه وذلك لها جوره والسيدن بغش يموت ثلث يام ملعت هذا المرة وقالت أكيد خاصة نقتله بغش نقتله ونصفي عليه هذا الولد الذي يحكي البوليس على هذا الواقع قال اليوم أنا كنت كنت كنسحاب في بداية الأمر أنه مجرد تعذيب بغشت تبزز على الوالدة وتجبره باش يبيع عليك الأرض ليس إلا ولكن مكشت كنت حابة تقتله قال اليوم واحد نهار في الأخر لذلك ثلث يام واحد نهار في الليل بالضبط يعني بالتالي الليل الوالدة ناضرت ومشيت دخلت الغرفة قدير تعذيب الغرفة لكتعدفها بابا ومشيت وانا تبعتها أريد أن نرى الوالدة كدير ثلث يام وهو مربوطة في الكرسي بدون حراك ويتعرض للتعذيب لا يمشى للحمام، ماكلة، مشرب لا تستطيع شيئا كان نطلع عليها من الباب لقيتها مسادة مواله كان نطلع لك ألقى الوالدة مربوطة على الكرسي دياله وإده مربوطين للهور ورجله مربوطين على الكرسي وراسه وطيح لها الكتف دياله قال اليوم أنا شفت الوالدة جابت واحدة الكيس بلاستيكي يعني ميكا جابتها وخشيتها في الراس ديال الوالدة وربطعتها من التحت يعني جيت العنق دياله وربطعت عليها مزيان وقلسات كتشوفيه وكتسنه يمسيخ تعنق ويموت قال اليوم هالولد اللي هو مسخوط الوالدين أنا في نظري هذا مسخوط الوالدين قال اليوم بقى الوالد الله يرحمه تقريبا ما بين خمسة دقائق تلعشرة دقائق كيحاول أن يتنفس ولا كيما قدرش كيحاول أن يتنفس ما كيقدرش ليحتاسكت هنا هي المجرمة هذي تأكدات بأن رجلات تخنق ومات وقال اليوم ذاكي الكيس بلاستيكي وخمات الوالد ما حيداتوش على الراس دياله وإنما بغى التأكد خلاتوش ساعتين بحل ماكاك ثلاثات سوعة منورها جاءت تأكدات بأنه مات بصفة نهائية صعفة توفى حيدات على الكيس وحلاتو من رجليه وحلاتو من ايديه وجات تفايقاتني آنق يعني الالد الولد للجادر وجوج خوته وآخرين وطلبات منهم أنهم يهزوا جدا ديال البواهم ويهبطوه لوحوا في الأخر دروج هذا الشي كامل باش تبيل الناس وتبيل البوليس بأن رجلة كان كافية بكري الصباح وخرج وكانت تضل موليش حاجة وتأكلت رجله وطاح من الدروج لفوق لتحت وميت هذا الشي اللي قلنا قزينا الوالد ورميناه في الأخر دروج وطلعناه ورجعناه في حالتنا قبل تواحد ما يحس بينا لأن هذا الوقت كانت تقريباً 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 ساعتين سمعنا هذا كجار ديالنا اكتشف الجتة وجاء علمنا نحن هبطنا وشوفنا جتة الوالد وكملنا التمثيل لدينا قلنا نغوت ونبكي 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 ونحن أصلاً كنا نبكي ونبكي ونبكي فعلاً نيس على العذاب الذي يطرر الوالد ومات بعد كالطريقة ولكن كنا كنا خايفين من الوالد لدينا كنا كنا نخاف منه ونبكي 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 وأن الوالدة كانت مجبرة ومتسلطة وقد قد ربنا وقد تعدي علينا يهي هاتيك منورها تاعترافات الولدها وقد عنده تتاجر عام امشى ونبكي ونبكي عن القبض على هاتيك المرأة هما أصلاً لنبكيباً في القبض وانما كانوا نبكي بلد تعدين على هاتيك يقول غير هذك باغي باغي يشوه لي الصمع ديالي وكاذا يعني يعني الى ولدها بغض تنكر ولكن فينا تنكر صاف البوليس حقدوا عليا من يسمعوا هذك الهضرة من عند ولدها حقدوا عليا ديالة بالصح وبزوا عليا الاعتراف يعني ضغطوا عليا ديالة بالصح ضغط رحم عروف كيف هيش ضغطوا عليا اللي حتاعتها عرفات عرفات بكل ما نسباء اليها واذاك شكام اللي قال ولدها صحيح وتحولت لمحاكمة وتحكمات بالإعدام الإعدام بطبيعة الحالة ما تنفتش عليها لانه الجزائر كما كان عارفه وتايا ما تنفتش حكم الإعدام يعني مش بمد يعني حاليا دابة فيها في المؤبد والتابعات فالقادية واحد البنت سديالة هذك البنت صغر من هذه اللي عنده 17 عام كانت مع امها وكانت متعفقة معاهم زيان من خلال التحقيقات اللي داروا البوليس قالوا ان الاولاد كاملين ابرياء وانهم غير تابعين امهم وكيخافوا منها بينما هذك البنت كانت معاهم في الفكرة وتايا ما كانش كتحمل لباباها وكانت معاها يعني حبيبة امها كما كيقولوا يعني تابعها في اي حاجة ومتعفقة معاها وتايا قطلعوا حل مجنونة منها ما كانت بحل بحل امها حكموا عليها بربع سنين وكانت عزيزة لهذا الشيء كتدير امها تايا كانت كتضرب ابوها وكانت كتعنى الفوق وعاونتها في عملية تعذيب وعملية القتل واي حاجة هذه البنت كانت باقة مواصلة للسل القانوني ولكن كانت معاونة مها في الافكار وتايا من دافعها وعزيزة لهذا الشيء كتدير وغتبانتها هي موجريمة بحل بحل مها لهذا تايا تاهمها بالقادية هذه من خلال دلائل البراهين انها معاونة مها في اي حاجة كانت كتعنى فبوها ضربوا وعاونتها في جريمة للقتل وعاونتها في اي حاجة كانت مواقعة في الافكار الكتدير كعملين حكمت عليها المحكامة بربع سنين قالوا هادي اكيد غطلع موجريمة بحل بحل مها لهذا حكموها باربع سنين حول الإصلاحية الأحداث قد تتم لحتى تعدل السلوك دياله ولو انه صعيب يتعدل السلوك ديالش واحد فيه الإجرام بالفترة يعني فيه ديك النازع الإجرامية في الدات دياله اي حاجة ما تقدرش تصلح فيه هذا كيصلح لي غير الحبس غيبقى في الحبس ما يخرج مواله لانه ولا يخرجوني المجتمع غريف صدوق ويضيش حمل جريمة وهذه النهاية ديال الحلقة ديالنا دياليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته